واجهة المستخدم Graphic User Interface واجهة المستخدم مبدئيا يعني هي تبنى أولا من قبل المصمم اللي هو UI UX Design وطبعا UI UX Design لازم يكون بمعرفة في تحليل البرنامج حتى يبدي يعطيك الواجهة المناسبة لهذا البرنامج أو طبعا واجهة البرنامج هي تحتمد على إيش تحتمد على فعاليات البرنامج هل أنه أنا أستخدم مثل Navigation Bar هل أنه أنا أستخدم صفحات هل أنه أستخدم نوافذ وما إلى ذلك هذه كلها أسئلة يعني المفروض أنه جزئية الـ UX مأخوذها بنظر الاحتبار هي تجربة المستخدم هل المستخدم راح يبدأ يفضل هذه النافذة أو هل أنه البرنامج بشكل عام يكون أسرع في الأداء لمن يتخذ هذه الطريقة في عرض البيانات والتعامل معها راح أشوف أنه راح أبدأ أستعرض لك واجهة وفي التطبيق أصمم واجهة ثانية حتى أبدأ أعطيك الفرق الواجهات راح تأتيك من المصمم اللي هو الـ UI UI UX Designer وربما أنه لا تناسف فعاليات التطبيق بما يضمن إيش؟ بما يضمن إنتاج الواجهة بحيث تكون ذات أداء وعالي إنه إلهي القابلية في التعامل مع البيانات كبيرة لأنه إحنا عندنا بيانات موظفين ربما يصل عدد الموظفين إلى الآلاف وليس عدد صغير أنت لاحظ الآن أنت ربما أنه تعمل فحص للبرنامج على مستوى 100 موظف أو 200 أو 300 موظف هذا الفحص لا يعكس التجربة الحقيقية للبرنامج الفحص الأولي فما بدأين نحن لازم نأخذ بنظر الإحتبار إنه الواجهة إيش؟ تتعامل مع بيانات ضخمة لما تستندلها بيانات ضخمة راح تشوف إنه هي يصير فيها لاك يصير فيها ضغف التعامل وهذا يعني عكس سلبيا على أداء البرنامج خلي شوف الآن مثلا واجهة البرنامج اللي مبدأين مبدأين تكون عندك بهذا الشكل تأتيك على سبيل المثال إنه من اليواء طبعا راح تأتيك في جمالية وأيقونات وتفاصيل وما على ذلك أو أنت شخصيا تقوم في عملية تصميمها لكن الآن أستعرضك كفرت واحدة أقوم بعملية التطوير أعرف وأقوم بالتغيير الديناميكي أثناء فعاليات التصميم هذه الواجهة يعني هنا عندك نافيكيشن بار هذا عندك تايتل بار يحتوي مثلا على إزرار التكبير والتصغير نحن نحتفظ في الإزرار القياسية لأن المستخدم يحتاج إلى تكبير البرنامج إلى تصغيره وإلى أنه يعمل له ما يزعله في شريط المهام هنا عندك مثلا نوتوفيكيشن أو مثلا لا تعرض النوتوفيكيشن هنا تعرضه هنا ما لذلك ولديك هنا اسم البرنامج مثلا والفيرجين الخاصة فيه وهذا عندك اليوزر ولديك هنا الصفحات الرئيسية لاحظ الصفحات ربما راح تكون عندنا بهذا الشكل ديناميكي حسب متطلبات تطوير البرنامج لكن مبدئيا نخذها بنظر الاحتباع أولوية ترتيب الصفحات جدا مهمة لأن هي تبتدئ المستخدم لمن يأتي إلى تطوير البرنامج لا يذهب إلى آخر زر يذهب من الأول الأزرار يعني الصفحة الرئيسية أول شي راح يبدأ يعرف راح يعرف سلم الرواتب الخاص في النظام وقانون موظفي الدولة ثم بعد ذلك يأتي مثلا الموظفين ثم بعد ذلك مثلا تحليل أنه أحل الآن البيانات تقارير عدادات مستخدم أخليها مثلا في الأخير فقط المدير يحتاج إلى تعريف المستخدمين على سبيل المثال أحتاج إلى مساعدة للبرنامج نعم تحتاج إلى مثلا فيديوهات تعليمية دوكمنتيشن كمستخدم يحتاج أن يتعلم كيفية استخدام البرنامج تحتاج إلى مساعدة حول النظام مثلا يسندك نسخة البرنامج والتحديثات المستقبلية الخاصة فيه لأن مثلا تأتي إلى الصفحة الرئيسية طبعا هذا النافجيشن ما أشوفه الآن مثلا أنا في التطبيق بدلا أنه أكون أنا ما أفضل أنه أستخدمه يمين أو يسار لأنه راح يبدأ يستهلك من المساحة وأنا أريد أزيد من المساحة لاحظة الآن أنا غيرت مثلا راح أشوف التصميم راح أبدي أقلب هذا النافجيشن منه يكون يسار يمين أضعه في الأسفل أو أضعه في الجزء العلوي لماذا قمت بهذا الإجراء قمت بهذا الإجراء لأن أنا أريد مساحة في الوسط أريد مساحة لعرض البيانات بيانات الموظفين تكون كثيرة والبيانات في شكل عام تكون كثيرة كأعمدة فكلما زادت المساحة كلما كان خياري أفضل أنه أنا أسهل على المستخدم أوكي فبالتالي ربما أنه هذه راح أبدي أحكسها في الجزء العلوي وبالتالي هذا الشريط الجانبي اللي هو Side Bar Navigation يكون في الأسفلة ويكون في الأعلى أو مثلا أنت تعطي خاصية للمستخدم بتغيير وكان ال Navigation من الإعدادات تكون في الأعلى في الأسفل يمين يسار حسب تفضيل المستخدم وطبيعات الحال وامتاز الآن مثلا نفترد دخل على الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية تعرض لبعض التفاصيل الإشعارات الترحيب اللوغة على سبيل المثال حتى يطي فتشيء منموس الوقت والتاريخ نقطة جدا مهمة ومثلا يعطي المهام هناك مثلا مهام يقوم بإنجازها يمكن تقوم بعرض إلى مهام وهنا مثلا نقوم بإضافة شيء يسمى الوصول السريع أو نقوم بإضافة زر بحث بحث مباشر عن الموظف وكل هذه الأزرار هي تندرج ضمن الصلاحيات صلاحيات صلاحيات المستخدم هل هذا المستخدم إلى الصلاحية يصل هذه الجزئية أو ما يصل إلىها في الدرجة الأساس طيب نفترض الآن ننتقل إلى سلم الرواتب كيف رح تكون الواجهة تقريبا واجهة تكون مشابه لهذا اللي أنت تلاحظ الآن أمامك شبكة عرض بيانات جدا بسيطة تعرض للبيانات ثم أزرار العمل بهذه البساطة بهذه البساطة من رد أنه نعقد في العمل نتج إلى الإدارة في إضافة حذف تعديل البيانات ومشاركة واستيراد هذه نقطة جدا مهمة يعني مثلا سلم الرواتب ما يتي كل شخص ويقوم بإدخال سلم الرواتب يمكن أنه أنت صدر سلم الرواتب موظف يقوم بتصدير سلم الرواتب باحث وموظف آخر يقوم باستيراد وخلاص ما يبدي أنه دائما يدخل سلم الرواتب فلازم تكون عندنا فعاليات التصدير وفعاليات الاستيراد ويعني في بعض الصفحات تكون ضرورية ممتاز فبالتالي لديك هذه إزرار الإدارة وزري يعني البيانات ولديك البحث نقطة البحث أيضا جدا مهمة لازم أنه تستهلك في شبكة عرض بيانات نأتي إلى الموظفي لاحب في الموظفين رح تكون نفس الواجهة تماما رح تكون عندنا فعاليات أضافة موظف حذف موظف تعديله ومصادرة وعمل استيراد للبيانات والبحث فيها وفتح بيانات الموظف أيضا وربما فعاليات أخرى فعاليات مثلا أنه أضافة كتب الشكر وضافة المتطلب لكن هنا أنه أريد من عندك تركز على جزئية جدا مهمة في سلم الرواتب أنه كانت البيانات قليلة ربما عشرة أسطر من البيانات ولكن في الموظفين رح تكون بيانات كثيرة مئة موظف ألف موظف ألفين موظف ثلاثة آلاف موظف خمست آلاف موظف وهكذا هل كل هذه البيانات أنت تعرضها دفعة واحدة في شبكة عرض البيانات بالتأكيد لا هذا رح يبدي يعني يبطئ من واجهة المستخدم فإيش الحال الحال إنه دائما تشوف في الحلول البرمجية بشكل عام إنه يتم عرض البيانات على شكل صفحات الصفحة الأولى الثانية وهكذا إيش الفائدة من هذه الجزئية الفائدة هي إنه يسهل على الواجهة هذه التعامل مع هذه النوع من أنواع البيانات ممتاز جيد ننتقل مثلا نفترض الآن أمامك موظف أو إنت رديت إنه تضيف موظف إيش الواجهة راح تكون عندك راح تكون واجهة إضافة موظف هذه الواجهة راح نبدأ نحرص إنه تكون متجابة متناسقة وسهلة الاستخدام ومرتبة وبنفس الوقت تكون مثلا بحجم لائم العامل بطبيعة الحال راح تضمن لك مثلا البيانات العامة راح نعملها على شكل tab view tab view لماذا اختار تختار tab view لأن كأنما تحاكي ملف الموظف كل موظف إلى ملف معين فلما تقوم بفتح الموظف أو تضيف بيانات فبيانات من الأفضل لأن تترتب ها بشكل متناسق وأفضل ترتيب هنا لأن تتخذ tab view لعملية العرض مثلا الآن يبدأ يدخل البيانات العامة تقوم بإسناد الحقود ذات الصلة في البيانات العامة ينتقل مثلا على الترفيع نفس الكلام ينتقل إلى كتب الشكر لا كتب الشكر والإجازات والعقوبات هي بيانات منفصلة يعني جداول منفصلة كل موظف يمكن لكتاب شكر واحد أو أكثر يعني علاقة واحد إلى أكثر كل موظف إليه إجازة واحدة أو أكثر يعني متعددة الموظف إلى عدة عقوبات وهكذا إذن بالتالي بالتالي أنه هذه التابات الأخرى هي تمثل صفحات مستقلة أما السابقة البيانات العامة والعلاوة الترفية هي بيانات الجدول الخاص في الموظفين اللي ربما نصدر على أساس يكون تقرير الموظف ممتاز بالنسبة إلى الكتب أو الإجازات أو العقوبات راح تكون فيها إضافة حذف تعديل ومشاركة وما لذلك فلما تقوم بالإضافة كتاب الشكر ويسند في جدول كتب الشكر نسبة إلى هذا الموظف ضمن العلاقات اللي إحنا راح نبدأ نقوم بعملية عملها ما بين إيش ما بين جدول الموظفين وجدول كتب الشكر جدول الموظفين وجدول الإجازات وجدول الموظفين والعقوبات بحيث تكون لكل موظف إلى أكثر من كتاب الشكر ولا أكثر من إجازة ولا أكثر من عقوبة ولا أكثر من غياب وهكذا النظيفة حسب المتطلبات الكاملة للبرنامج طبعا مثلا ذكرت لك هذه مجرد UI بسيطة تحكز بعض الفعاليات ذات الصلة ممتاز ترجع إلى الجزئية الموظفين ركز هنا في جزئية الموظفين هناك فعاليات مختلفة يعني رح تشوف أزرار أخرى غير هذه الأزرار الإضافة حذف تعديل هناك أزرار لإضافة كتب الشكر من هنا بشكل مباشر إضافة الغياب والإجازة رح تكون بشكل يعني يسهل الفعاليات المرتبطة في قاعدة البيانات ترجمة نانسي قنقر